بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار عن زيادة أسعار الماكارونة بالمنافذ التموينية عشان هم قالوا يعني أن ارتفاع تكليف الانتاج خلى كيس الماكارونة يبقى أغلى من تمنه ما تكلموش هو غلي قد إيه ولا غلي ليه قالوا أن الماكارونة غلية عشان تكليف الانتاج مركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين اللي نفت بدورها الكلام ده وقالت أن ده خبر غير صحيح بالمرة وفي دلوقتي استقرار في أسعار كل السلع الأساسية بما فيها الماكارونة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي وكمان عندنا مخزون من الماكارونة لو حصلوا لقدر الله لأي ظرف توقفت صناعة الماكارونة في البلد عندنا مخزون يكفينا من النهاردة لخمس شهور قدام